موسيقى اسمحنا نقول أول خبر معنا ونتناقش فيما حضرتها مشاهدين أول خبر معنا رئيس الوزراء لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أي منشأة مخلفة و2 مليون و261 ألف طلب تصالح حتى الآن والصحة عدم تطبيق الإجراءات ضد كورونا يرفع عدد الإصابات للدعف وخمس محافظات تستعد لتشغيل التأمين الصحي ترأس الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الإسبوعي لمجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث تم خلال استعراض مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات الحقيقة مع عزيز محمود يعني الخبر بيشمل أخبار كتير جدا مش حاجة واحدة طبعا موضوع ارتداء الكمامة دعم حاجة موضوع الكورونا طبعا طبعا يمكن احنا الفترة دي يعني بنعيد القصة من الأول لو احنا هنتذكر احنا السنة اللي فتت في نفس التوقيت كنا مقبلين على المرحلة الأولى فواضح كده من الاجواء الطقسية لها تدخل كبير في عملية زيادة عدد الحالات وحصر الفيروس يمكن شفنا بعض الدول الأوروبية بدأت تتخذ قرارات الإغلاق الكامل زي لندن لكن احنا دلوقت اعمام مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة التحذير احنا دايما يمكن الفترة اللي فاتت دي الحكومة أو وسائل الإعلام بشكل كبير بتكسف عملية التحذير والالتزام بالاجراءات الاحترازية وأهمية ارتداء الكمامة لان ده يمكن كان عامل قوي جدا عملية الالتزام في حصر هذا الفيروس وانحضار المنحنة الخاص بالإصابات خلال أشهر الماضية ويمكن احنا بدأنا خلال الفترة دي أو خلال الفترة القريبة نرى ان المنحنة بدأ يرتفع مرة أخرى في عدد الإصابات وعدد الوفيات وده اللي خلى رئيس الوزراء كان يعني بيتكلم بشكل حاد جدا في عملية التحذير لان الإجراءات الاحترازية والالتزام بها يمكن ده يمثل 70% من محاصرة المرض وده مش عايزين نوصل لمرحلة ان احنا نبدأ ناخد قرارات جديدة تصاعدية في هذا الملف يعني نتمنى ان كل الجهات وكل المواطنين يكون في عندهم قدر كبير من الوعي ومن المسئولية في مسألة المسندة والمساعدة في هذه المكافحة هذا المرض خاصة ان احنا مش في حمل تدعيات اقتصادية جديدة او ان احنا ممكن نبقى عندنا مشاكل اقتصادية جديدة خاصة واحنا شفنا الفترة اللي فاتت دي مرت علينا ازاي فبالتالي مش جدامنا حل غير ان احنا نبقى ملتزمين طبعا زي ما حالتك وضعت لان طبعا في ناس كثير اوش تاكت من فترات الحظر وفترات التوقف وفترات العمل الزبط الاثار السلبية الاقتصادية بتاعته كانت على العالم كله يمكن احنا كنا اقل وطأة عندنا موجودة في مصر بسبب ما اتخذته الحكومة والضربات الاستباقية او القرارات الاستباقية اللي كانت بتسبق بيها وكل مرحلة وكل تداعيات كانت بتحصل فده حد ذاته المفروض يبقى جرس انظار مهم للكل فالموضوع مش محتاج استهتار او تهاون عشان خاطر التداعيات الاقتصادية بتاعته بتبقى وخيما نظبوط كلام حياتك فعلا ايضا من دمن تفاصيل يعني الخبر برضو موضوع المخالفات طبعا الاثنين مليون ومتين واحدة ستين الف تلات تصالح حتى الان طبعا حياتك ده خد وقت جدا كبير من طبعا احنا شوفنا الاسبوع اللي فات فيه صدر قرار بمد مهلة التصالح لنهاية نوفمبر وده في حد ذاته يمكن قرار يمكن كويس يعني لإتاحة الفرصة للاستمرار في عملية تقديم التصالحات يمكن موضوع قناة التصالح ده كان موضوع شائك وموضوع مؤزل للناس كلها فكرة عدم ضبط العملية التعميرية اللي بتحصل سواء كانت في القاهرة الجديمة او في المدن يمكن المدن العمرانية الجديدة هي الاكثر التزاما في مسألة تطبيق الاشتراطات الهندسية في مسألة البناء لكن العشوائية في البناء وعدم التنظيم وبتاع احنا بنشاهده في منطقة القاهرة القديمة او في المدن القديمة او الاحياء الجديمة في القاهرة او في الجيزة او في الجاليوبية او في الاسكندرية او في غيره يمكن كان الموضوع ده محتاج واجفة الموضوع ده كان محتاج يعني يتخذ قراره من 20-25 سنة لان تدعياته كانت صعبة جدا على الحكومة او على الفترة اللي احنا بنعيشها حاليا لان انت دلوقتي بتلاقي عملية تأخم سكاني في المناطق محتاج عشان تفك المنطقة دي محتاج محاور محتاج توسيع درج فما بتلاقيش اي مساحة فبطر تعمل محاور المحاور دي بتتعمل بمليارات فبالتالي كان لابد ان تحصل نقطة نظام ويبدأ الموضوع يتعمل له سيستم من اول وجديد ويمكن خلال الخمس سنين المقبلة الموضوع ده يمكن هتعود ايجابياته على المجتمع بشكل كبير جدا في عملية التنظيم وعملية حركة المرور وعملية البناء والشكل الجمالي للمناطق وعملية التوضيب يمكن احنا بدأنا نشوف بعض الاحياء في الجيزة وفي القهرة دلوقتي اختلفت تماما زي منطقة مدينة نصر ومنطقة مصر الجديدة بعد ما تخلصوا من كل النقاط الصوداء اللي كانت بتسبب ازدحام او شلل مروري تام لساعات في المناطق دي بسبب المشاريع الكباري اللي اتعملت او توسيعة الطرق اللي اتعملت فاحنا ما عادش عندنا مساحة تانية فبالتالي ما ينفعش ان انا اعمل محاور وحل ازمة واسيب مشكلة البناء العشوائي موجودة تدمر لي كل اللي انا عملته فكان لابد ان احنا يعني تبقى الامور ماشية في خطوط متوازية مزبوط فعلا زي ما حياتك اوضحت فعلا وحنا طبعا بنتمنى يعني ان كل الناس يعني بالنسبة لموضوع التصالح طبعا انها تروح تتصالح لده في الصالح ليه هو في الصالح العام طبعا ليه البلد فيعني حابين انه دايما يعني نمشي مع البلد واحدة واحدة كده ايه للصالح يعني طيب اسمحينا سيد محمود ننتقل للخبر المعانا بعد كده مشاهدين الخبر المعانا بعد كده الرئيسة سيسيا استقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الافريقي استقبل الرئيس عبدالفتاح اسيسي وفدا كونغوليا رفيع المستوى والمستشار الخاص لرئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية وذلك بحضور سامح شوكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح السفير بسام راضي من حدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان المبعوث الكنغولي نقل رسالة الى من الرئيس الكنغولي تضمنت الاعراب عن التقدير العميق للدعم المصري غير المحدود لحفاظ على السلام والاستقرار في الكنغو الديمقراطية والمساندة لها في كافة المحافر الاقليمية والدولية يعني طبعا تعليق حياتك على هذا الخبر وعايد بن برجل نتكلم عن علاقة مصر بدولة كونغو طبعا دايما لما بيبقى فيها علاقات ما بين مصر وبعض الدول بيبقى فخورين بيها يعني بص يمكن احنا اللقاء داي يمكن جزء مكمل أو يعني ضمن قائمة أو سلسلة لقاءات عديدة ومتواصلة مع ما بين مصر وما بين الكنغو خلال يمكن التلات اربع سنين اللي فاتت دي يمكن مع العلاقات الدبلوماسية أو اللقاءات السنائية ما بين مصر وما بين الكنغو تلات اربع مرات في السنة يمكن كان فيه لقاءات عديدة جدا جمعت ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس دولة الكنغو سواء كانت في القاهرة أو في لندن في مؤتمر افريقيا بريطانيا يمكن الكنغو كان لها موقف واضح حتى في ملف سد النهضة واعترافها أو مسندتها لمصر في عملية التفاوض لحفظ الحقوق مياه نهر النيل دولة الكنغو بينها وبين مصر علاقات تاريخية عميقة جدا متطورة جدا يمكن على الجانب الاقتصادي حجم التبادل التجاري بيننا وبين الكنغو مستمره في تنامي يمكن احنا بنستوري من الكنغو باكتر من 110 مليون دولار كل سنة وبنصدر باكتر من 13 مليون دولار سنويا يمكن تبادل المنفعة أو تبادل العلاقات سواء كانت على الجانب الاقتصادي أو على الجانب السياسي يعني في طريقه للتنامي بشكل كبير في اقامة مشروعات يمكن الكنغو الدولة اللي هي هتستلم رئاسة اتحاد الافريقي من مصر خلال الاشهر المقبلة ويمكن رئيس عفا تحسس اعلن ان مصر على مساندة قوية جدا لدولة الكنغو في رئيستها الاتحاد الافريقي فاحنا يمكن خلال الفترة اللي فاتت دي احنا بنشهد حركة مكوكية للدولة المصرية سواء دبلوماسيا او رئاسيا في توطيط علاقتها بالاخوة الاشقاء سواء كنا على علاقة بنهر النيل او على علاقة بالقرى الافريقية او ارتباط بالقرى الافريقية بشكل عام وده يمكن اللقاء ده نقطة جديدة في ملف توطيط العلاقات المصرية الافريقية طيب ايضا اسمحنا انتقل لخبر اخر سيد محمود مشاهدين خبر معنا بعد كده رئيس الوزراء يبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية استقبل الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء دكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق ايضا يعني ده برضو بخلينا نتكلم عن العلاقات ما بين مصر وبعض الدولة ولو كان حابيني نأكد على مصر والسعودية وطبعا يعني قد ايه السعودية بلد يعني الشقيقة طبعا حابيني نحن يعني نعرف التفاصيل بص علاقتها بالسعودية يمكن علاقة قوية وعميقة جوي يعني يمكن التنامي الاقتصادي بين مصر ومبين السعودية خلال الفترة اللي فاتت دي بيشهد تنامي كل ثلاث شهور يمكن في السنة اللي فاتت كان حجم التبادل او حجم الاستثمارات اللي في مصر سبعة وتمانين مليون دولار في نفس التوقيت ده او في الكوارتر ده في العام اللي بعده وصلت مية خمسة وعشرين مليون دولار اجمال الاستثمارات السعودية اللي موجودة في مصر والسعودية محتلة المرتبة الاولى في الوطن العربي في الاستثمارات في مصر من الدول العربية في الاستثمارات في مصر وصل لأربعة وخمسين مليون دولار يمكن الاجتماع ده او اللقاء ده يمكن من ضمن يعني جزئية مهمة جدا واستكمال لي مسألة تنامي او زيادة نموم الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمارات السعودية في مصر كثيرة جدا ومتنوعة على الجانب السياحي والبترول والصناعة والزراعة والخدمات فبالتالي يمكن يعني بعيد عن العلاقات السياسية القوية بيننا من بين السعودية العلاقات الاستثمارية متنامية وفي زيادة يوم عن يوم ويمكن خلال الفترة اللي فاتت دي كانت فيه اجتماعات كثيرة جدا وفيه لقاءات ما بين مجلس الاعمال المصري والسعودي كانوا تكلموا فيها عن توجيه استثمارات ناحية العالمين والعاصمة الادرية الجديدة وبعض المشروعات الاخرى كان احد الاعضاء مخصص اكتر من 15 مليار جنيه لاستثمارها في منطقة العالمين فبالتالي علاقات او التبادل التجاري بيننا بين السعودية وحجم الاستثمارات قوي ومتنامي وبيتنامى خلال الفترة اللي فاتت من خلال المؤشرات والارقام الاقتصادية اللي انا ذكرتها ويمكن الاجتماع ده مبشر بزيادة جديدة او بحجم استثمارات جديدة والتوسع فيه مشروعات جديدة برؤوس مال سعودية يمكن الرقم اللي انا بقوله 54 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية مش بس من القطاع الخاص يمكن فيهم 10% من الحكومة السعودية نفسها مستثمرة او مشاركة في استثمارات داخل مصر ده بيأكد لك على ان مصر هدف اقتصادي او هدف استثماري لدولة كبيرة مثل السعودية السعودية دولة من الدول اللي هي معروفة عالميا بحجم استثماراتها و سعي رجال اعمالها و قطاعها الخاص في الاستثمار بكل الدول فتركيزها في مصر ده دليل على ان الفرص الاستثمارية في مصر فرص عظيمة و فرص مبشرة و فرص نامية و فرص ممكن يعني تحني الاستثمار ده حيبجأ استثمار قوي و مربح و ليه عائد على المستثمر بتاعه فبالتالي يمكن هي رسالة و فرصة في نفس الوقت لترويج استثمارات جديدة ممكن تتعرض خلال الفترة اللي جاية جذب استثمارات اخرى فتح افق و مجالات استثمارية جديدة يمكن بتعود على البلدين على الجوانب بشكل عام سواء اجتماعيا او اقتصاديا او سي سي نظبط فعلا الكلام حيثي كنا نحن دائما بين مفخرين بهذا التعاون وهذه العلاقات ما بين مصر و ما بين الدول الاخرى طيب اسمعنا ايضا نلتقي بخبر اخر سيد محمود مشاهدين الخبر معنا بعد كده مؤشرات نتيجة الانتخابات الامريكية عشرين عشرين ترامب الاكبر الاقرب للفوز حتى الام تشير المؤشرات المبدئية لفوز اصوات الولايات الامريكية في انتخابات رئاسة امريكا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايند في المجمع الانتخابي في الولايات التي تم حسمها حتى الان على منافسه المرشح جمهور دونالد ترامب بحسب ما نشره موقع بي بي سي باللغة العربية يعني هو طبعا نسيس بحمود ده برضو شغري شاغل طبعا ده هو المتصدر المشهد خلال الفترة اللي فاته تمكن والله الواحد اكتر حاجة يعني بسطاني في الملف بتاع الانتخابات الامريكية التغطية اللي عملتها القنوات المصرية سواء كانت اكسترا نيوز او تلفزيون المصري يعني بأمانة مخليك مش عايز تحتاج تتعرف علي معلومة من مكان تاني كل اللي بتشوف لايف كل المرسلين اللي موجودين فيه متوزعين في الولايات مديينك صورة كاملة واضحة وصورة متكملة لما يحدث في الانتخابات الامريكية الانتخابات الامريكية زي ما بنقول متصدرة للمشهد العالمي ومنتظرة ودينا بنشوف فيها التراشق اللي بيحصل ما بين الاتنين المرشحين والاتهمات بالتزوير والاتهمات يعني هي نفس الاوضاع اللي بتحصل في كل الانتخابات والاتهمات بتزوير الانتخابات والاتهمات بأصوات البطلة والاتهمات بالتصوط بالوجود ميتين بيصوتوا في الانتخابات فانت بالتالي يعني الصورة واضحة جدام الجميع يمكن الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا في موضوع الانتخابات يمكن لم تحسن بعد الحسم النهائي بنهاية الفرز الكامل وإعلان المجمل الانتخابي لعدد الأصوات سواء كان لجو بايدن ولا لدونالد ترامب كله في حالة انتظاره في حالة تأهب وفي حالة حرب نفسية بنشوفها في وسائل الإعلام من المؤتمرات أو اللقاءات اللي بيعملوها الطرفين بالأمس كان جو بايدن وبعدين بالليل طلع ترامب ده بيتهم وده بيتهم ده بيلعب أو بيحارب نفسيا وده بيحارب نفسيا حرب شارسة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين يمكن الانتخابات دي مهمة وفيصلية والعالم كله مرتقب عليها يعني هل الديمقراطيين هم اللي هيحكموا فسياستهم معروفة أو الجمهوريين هم اللي هيستمروا في الحكم فاستمرار لسياستهم المعهودة خلال الأربع السنوات الماضية يمكن نتمنى خلال الأيام المقبلة يعني نكمل ونشوف ونحلل اللي بيحصل في الانتخابات الأمريكية سواء كان هينجح بايدن أو ترامب يمكن فيه وسائل بتدعي أو بتتكلم حولين فكرة أن ترامب هو الأقرب للبيت الأبيض أو الاستمرار في البيت الأبيض من جون بايدن والجهات أخرى بتقول لك لا ده مش عارفة فهي المسألة لم تحسن بشكل بات بعد يمكن كان فيه تقرير نازل من سبع ساعات بيتكلم حولين فكرة أنه مازال هناك بضعة أيام للانتهاء لحسم الانتخابات الأمريكية أو الانتهاء من فرز الأصوات لأنه نعملين نشوف الولايات وفيه مقييس اتدمرت يعني كان يقول لك فلوريدا أوهايو لو اللي بيكسب فيهم هو اللي بيروح البيت الأبيض يعني بايدن كسبان في الاتنين ولكن خسران في بعض الولايات الأخرى ففيه معايير كانت بتحكم الانتخابات الأمريكية أو مستنبطة من الانتخابات السابقة ما عادتش ليها أي قيمة في هذه الانتخابات يمكن الحالة والشحن اللي موجود في الولايات المتحدة خاصة من بعد أزمة كورونا عامل جلج شديد جدا سياسي في الشارع وفيه توجهات من ناحية دي ضد ترامب خاصة من أنه بتلاقي مشاهير الفن والسياسة على هجوم مستمر عليه وبتاعه مع ذلك يعني أنت بتلاقي المواجهات ما بين الفريقين أو الحزبين مواجهات فوق الشرسة ما شفناهاش قبل كده أو إحنا كانت ممكن بتحصل بس وسائل الإعلام ما كانتش بتوصلها لك لكن الدنيا واضحة جدامك شايفها جدامك دي كده يعني انت زي اللي بيقول لك الانتخابات مش عارفت دول العربية شكلة كذا هما متهمين بعض بالتزوير متهمين بعض بتصويت الميتين هي نفس الإشعاعات ونفس الدعاءات اللي بتحصل في كل انتخابات مزموط فعلا من كلام حياتك حياتك طبعا يعني بنتمنى للصالح طبعا نيهم ويعني ان السلام يعموا كله وطبعا يعني يختاروا لأفضل لهم ونرى الأفضل والأفضل في الفتر اللي جاية بإذن الله الحياتة معظم محمود يعني أنا فعلا في الأول وفي الأخ بشكر وقت حضرتك وبشكرك برضو على تحليل حياتك الجميل ليه كل الأخبار ودائما بنناقش مع عددك منشطات كتير فيعني بشك حياتك لوقتك وإن شاء الله نرى الأفضل والأفضل فتر اللي جاية بإذن الله بشكرك شكرا 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 مشاهدينا بنشكر جدا الأستاذ محمود الدبع الكاتب الصحف مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة سمحولنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة وهي فقرة أيضا مهمة اللي هنتكلم فيها طبعا عن ظاهرة إهمال الأباء للأبناء وفي أحداث حصلت في الأيام القليلة ألا الماضية هنتكلم عنها ونعرف إيه أسبابها ونعرف إزاي نحن نتجلب على هذه الظاهرة بيسعدنا وبيشرفنا في ستوديو صباح مين للكلام عن هذا الموضوع وجود دكتور مينة عزة استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية نطلع فاصل ونرجع مع آخر فقرة خليكم معنا